هنتكلم على فورميولا وفانكشنز اي عملية حسابية الكالكوليشن في اكسل بتكون لازم تبدأ بعلامة يساوي واما بتكون فورميولا او بتكون فانكشن فيه تمييز بينهم وطبعا متشابهين والاسمين ممكن يلخبطونا لكن هنقول ايه تمييز اللي بينهم من دون اي استثناء لازم نبدأ بعلامة يساوي والفورميولا هي البيزيك اوند ارسيميتيك اوبريشن اللي هي كلمة فورميولا هي مقصود بها ان انا اعمل عمليات باستخدام زائد نائس فيه على وهكذا دي بيكون اسمها فورميولا اما الفانكشن دي بيبقى اسمي جاهز معمول زي صم على سبيل المثال وده بنسمي فانكشن هنشوف الفورميولا بكتبها ازاي انا لما اجي اعمل فورميولا عندي طريقتين طريقة صعبة وتستخدمها دي كده طريقة سهلة وصحيحة لما يكون عند رقامين زي دول وعايز اجمعهم ايه الطريقة انا عندي طريقة ان اعمل اقوال ساين وقول 2 بلاس 2 فهنا عملت فورميولا اعتمادا على الارقام اللي موجودة وكتبت اتنين زائد اتنين وهيطلع الناتج اربعة الطريقة الاصح ان انا ما اعتمدش على الرقم لكن اعتمد على المكان اللي في الرقم اقول المرجع بتاع الخلية عنوان الخلية هقول هنا بيساوي دي فور اللي فيها اتنين بالزد زائد دي فايف اللي فيها برضو اتنين وهستفيد من هنا ان بابعمل update لو انا عملت هنا رقم 3 وحدست بلاحظ ان المعتمد على مرجع الخلية ما اهتمش بالرقم لكن اهتم بالمكان شاف المكان فيه كام حدث على اخر رقم داخل المكان وعمل لي ودي الright way ده معنى الفورميولا وبكتبها بالطريقة دي اعتمادا على مرجع الخلية او متكلم عن الفانكشن بقى الفانكشن ده على سبيل المثال لو اتمت على الفورميولا وعايز اعمل متوسط حسابي او average للارقام دي معروف ان المتوسط الحسابي هو مجمع الارقام على عددهم فهقول له بيساوي d1 زائد d2 زائد d3 الى اخيره لحد ما وصل لده 14 واروح اعمل قسين عشان اعمل اعملية الاسمة يقسم لي كل الارقام دي بعد ما يجمعها وطبعا اعملت قسين عشان ما يقسم ليش الرقم الاخير بس لانه عند اولويات عملية حسابية هينفذ الاسمة اولا فلو سيبتم من غير قسين هينفذ الاسمة دي 14 على 14 الواحدة فانا عملت قسين عشان اقول له اجمع اولا كل دول واسم للنتج على 14 فالموضوع اضا مرهق بالنسبة لي فعملوا لحاجة سهلة قوي اسمها function اسمها average فده اللي اتاورج بجيبها جهزة وبقى افتح له بس وقول له النطاق وده معنى function اسم لعملية حسابية مجهزة مسبقا انا عارف ان الـ average هي ان ادي له نطاق وبعد كده ما يجمعه يقسمه على عدده فطبعا هنا عملت بطريقة function وده الفرق بين الـ function والـ formula